بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل بعض الأسئلة للاختبارات على الوحدة الخامسة لنبدأ الآن أولا في السؤال الأول الجزء الأول كان استخدم طريقة أولار لحل المعادلة التفاضلية التالية إذن يعطيني المعادلة التفاضلية هي هذه Y فتحه يساوي X نقص 1 بY حيث X بين 0 و 0.6 والشرط الابتدائي Y بالX0 يساوي إلى 1 إذن معناتها النقطة البدائية X0 هي 1 X0 هي 0 Y0 هي عبارة عن 1 والS هي 0.2 إذن معناتها علي أن أجزئ الفترة التي هي من 0 إلى 0.6 بوسطة 0.2 إذن هذه الـ 6 الحد الأول سيكون هذا X0 إذن X1 هي X0 زائد X يعني 0 زائد 0.2 هي 0.2 الآن X2 هي X1 زائد X وهي 0.2 زائد 0.2 هي 0.4 والX3 هي عبارة عن X2 زائد X يعني 0.4 زائد 0.2 يعني 0.4 زائد 0.3 إذن هذه هي 0.6 إذن معنات على هذا المستقيم إذن هذه هي 0.6 إذن عالمه عندي إذن معنات على X0 الدستور أويلر هو YI زائد 1 يساوي إلى YI زائد H بF XI YI إذن هذا هو الشرط الآن نأتي إلى الـ Y1 هي عبارة عن Y0 زائد H بF X0 Y0 الآن الـ Y0 والX0 هي معلومات فنعوض أو نحسب الجدول التالي طبعا النقطة البداية هي في الخطوة 0 الـ X0 هي 0 والـ X والـ Y0 هي 1 الآن إذا عوضنا هنا بF X0 Y0 فنحصل على سالب 1 لو ضربنا بH نحصل على سالب 0.2 إذن هذا زائد هذا يعطيني على الـ Y1 اللي هي 0.8 الآن الخطوة الثانية الـ X1 هي 0.2 والـ Y1 هي 0.8 نعوض هذه بالدالة التي عندي هون نعوض هاتين القيمتين بالدالة فنحصل على FXY نضرب هذه بالـ X اللي هي عبارة عن 0.2 فنحصل على هذه الآن نجمع هذه إلى هذه فنحصل على الـ Y2 الآن الـ X2 معروفة هي 0.4 وهذه الـ Y2 نعوض هذه والتنتين في هذه العبارة فنحصل على FXY الآن نضرب هذه القيمة بـ X اللي هي 0.2 فنحصل على هذه القيمة لأن نجمع هذه القيمة مع هذه القيمة فنحصل على النقطة Y3 اللي هي 0.6 X يعني 0.6 وهذه أي نحصل على Y0.6 يساوي إلى هذه القيمة إذن نحصل عليها الآن الطلب الثاني عم بيقول لي قارن مع الحل إذن هذا هو الحل المعادلة هو الحل الدقيق أو الحل التحليلي للمعادلة الآن نأتي إلى هذا الحل اللي هو نعوض كل X بي 0.6 فنحصل على Y5 0.6 للتربيع ناقص 0.6 طبعا وحسبناه بالآلة الحاسبة يطلع معانا يمكن طرحهما من بعضهم البعض فنحصل على الخطأ المرتكب في هذه الحالة نأخذ مثال آخر على طريقة الثانية وهي طريقة رونج كوتة من المرتبة الرابعة اللي حل بطريقة رونج كوتة المعادلة X ضرب Y والشرط الابتدائي طبعا عندنا هنا X0 هي 0 والY0 هي 1 الآن يريد أن تح والS هي 0.25 الطلب هو أوجد الY 0.25 طبعا لو ما قل هنا أوجد في هذه النقطة عندها إذن إذن عندي الصفر وعندي الواحد وعندي الاش إذن معتها الاش هي 0 زائد X هي X1 0 زائد 0.25 فأنا معتها 0.25 نص 3 ربع 1 إذن ستتجزأ X1 X2 X3 X4 إذن إلى هذه النقاط الأربعة وهذه X0 لكن هون لا يريدهم الواي صفر معلومة أما الواي واحد والواي والواي والثنين والثلاث والأربعة غير معلومات بس هو ما بده غير الواي واحد ليش لأنه هون بالطلب عند عند يساوي 0.25 فمن هي 0.25 إذن يريد الواي واحد فقط إذن معنى ذلك إيش بروح بقول إن الواي معروفة وتحسب بهذا الدستور هي XI زائد X الآن YI زائد واحد دستور في رنج كوت هي YI زائد 6 K1 Z2 K2 Z2 K3 Z4 والI 0.12 إلى آخر الآن نحسب الكواحد هي H بFX Y0 K2 H بFX Z2 Z2 Y0 Z1 Z2 K3 هي H بFX Z2 Z2 Y0 Z2 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 والK4 هي H F Z0 Z1 Y0 Z2 K3 إذن هذه بتحسب لي K1 K2 ثم نعوض هون فنحصل على Y1 وهو المطلوب إذن عندي في الخطوة الأولى X0 هي 0 Y0 هي 1 K1 منحسب منعوض في هذه المعادلة X0 0 ضرب Y 0 K2 منعوض هون في هذه المعادلة فنحصل على H يساوي H هي 0.25 مضروبة ب 0 زائد X على 2 ربع على 2 8 إذن 0.25 25 على 8 إذن إذن ضرب مضروبة ب Y I زائد Y 0 زائد K1 من هي K1 طلعت معي هي عبارة عن 0 على 2 2 وبالتالي هذا ما هو 0.25 0.25 على 8 ضرب Y0 هي 1 زائد 0 وهي 1 ضرب 1 إذن بتطلع معي القيمة هذه نفس الشيء بالنسبة K3 ونفس الشيء بالنسبة K4 الآن هذا زائد هاد زائد 2 هاد زائد 2 هاد تقسيم 6 زائد 1 بيطلع معاي Y1 علما إنه X1 هي 0.25 إذن هذا مثال على رونج كوتة ناخد مثال آخر على رونج كوتة أيضا بنفس الإسلوب حل معادلة التفاضلية التالية محققة للشرط عند النصف علما إنه H نصف طبعا في هذه الحالة لا يحتاج إلا إلى خطوة وحدة فقط إذن عندك X0 هي عبارة عن 0 X1 هي ستكون X0 زائد H يعني يساوي إلى 0 زائد نصف لأن H عطين هي نصف وبالتالي يساوي إلى النصف معناها X1 هي نصف معناها Y1 هو ما يريده إذن عندك Y لل X1 إذن يريد أن تحسب Y1 فعند X0 نحسب K1 K2 K3 K4 من هذه الدسات ثم نحصل على القيمة المطلوبة لنحل الآن مثال على حل جملة معادلات حل معادلة تفاضلية جزئية مثال عن معادلة تفاضلية جزئية حل المعادلة التالية D2 U على Dx تربية D2 U على D Y تربية يساوي 2 علما أن X هي عبارة عن بين الواحد إذا أن هذا هو الواحد وهذا الاثنين ونص هذا الاثنين ونص والY بين الواحد والاثنين ونص هاي واحد هاي الاثنين ونص إذن معناها من هنا هذه هذه هي المنطقة التي أدرس عليها الآن واحد ونص هاي واحد ونص هاي اتنين هاي اتنين ونص إذن واحد 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 ونص اتنين إذن خلينا نقول هاي واحد ونص هاي الاثنين هاي اتنين ونص إذن معناها هذه نرسم ووازي ومن هنا نرسم ووازي إذن هاي واحد لاثنين ونص أيضا هنا نقطة هي واحد ونص وهي 2 إذن من هنا نرسل موازي ومن هنا نرسل موازي نقاط الحدية نحددها هذه هي النقاط الحدية الآن نعطيها التسميات أن هذه اسمها طبعا أن الأعمد هذا عمود سفري أول تاني ثالث إذن معناätta U1 السطر هذا سطر سفري 1 2 3 إذن عمود الأول سطر صفري عمود تاني سطر صفري هذا عمود تالت سطر أول هذا عمود تالت سطر تاني هذا عمود أول سطر 1 2 3 4 عمود 3 سطر 4 هذا 0 1 2 3 هذا 0 1 2 3 عمود أول سطر 3 عمود ثاني سطر 3 هذا عمود صفري سطر أول عمود صفري سطر ثاني إذن بهذا الشكل حددنا رسمنا الشبكة وحطينا عليها النقاط الآن نأتي إلى الفرط عم بيقول لي لما الواحد صفر لما على هذا الUX1 هو صفر معناته هذا صفر وهذا صفر على الشرط على الموازلة الUX2.5 يساوي الX هذا UX2.5 يساوي إلى الX معناته الX هنا كام قيمتها إذا هذا واحد هذا واحد ونص إذن هذه واحد ونص وهذه اثنين حطينا هذين الشرطين وعطوني هذه القيم الآن على العمود الأول Y يساوي الصفر إذن معناته على هذا الU يساوي الصفر وهذا يساوي الصفر على العمود ال2.5Y يساوي إلى الY إذن على هذا الU 2.5Y يساوي إلى الY Y هذه النقطة هي واحد ونص إذن Y هذه النقطة هي واحد ونص وهذه هي اثنين لو شفنا هذه قرنناها مع الأعداد الموجودة هنا لنلقينا U0-1-U1-0-U2-U-0-2 يساوي الصفر إذن على هذه وهذه كلهم أصفار كما وجدنا U 31-U-13 U31-U-13 هي واحد ونص هي ثلاثة أش ثلاثة تقسيم نص يعني هي واحد ونص يو ثلاثة اثنين يو ثلاثة هي أربعة أش يعني أربعة تأسيم اثنين هي اثنين وهذا اللي وجدناها اثنين اذا هذه الخطوة الاولى الخطوة الثانية ان نعوث في المعادلة التفاضلي يعني مشتقد ثاني بالنسبة لإكس ومشتقد ثاني بالنسبة لواي بهذه العلاقة يساوي اثنين والان هون الاش والكا اش تربيع والكا تربيع اللي هي اثنين هاتم متساويات ويساوي النصف يمكن ان اصلح بان اضرب الطرفين بالاش تربيع فاحصل على هذه العلاقة الان بمشي اريد ان احسب هذه النقاط من المعادلات هذه النقاط الان الاي بواحد واثنين والج واحد واثنين فاذا عطينا للاي تساوي الواحد الج تساوي الواحد لحصلنا على هذه النقطة الاي تساوي اثنين الج تساوي الواحد والاي تساوي الاثنين والi تساوي الى الاثنين j تساوي الى اثنين إذن i تساوي الواحد وهنا والi تساوي الواحد j تساوي الاثنين والi تساوي الاثنين j تساوي الى اثنين إذن هنا هذه بتعطيني هذه المعادلة هذه بتعطيني هذه وهذه بتعطيني هذه وهذه بتعطيني هذه الآن نعوض هذه القيم الموجودة في الشروط الابتدائية U1-0-U01 U2-0-U3-1 U3-1 هذه من الشروط الابتدائية U أيضا من الشروط الابتدائية U2-3-U3-2 أيضا U0-2-U1-3 من الشروط الابتدائية ومنعود قيمهم ومننقلهم للطرف الثاني فنحصل على سلاسة معادلات بسلاسة مجاهيل من رتبة بحيث العمود الأول هو U1-1 فU1-1 هنا هو سالب أربعة هنا U1-1 هو واحد سالب أربعة واحد وهنا U1-1 غير موجود إذن هو عبارة عن صفر إذن هو بالتالي لا هنا واحد وهنا في هذه المعادلة الأخيرة غير موجود صفر U1-2 هنا واحد فنحصل على هذه المصفوفة بهذه المجاهيل طبعا حصلنا عليها طبعا لا يطلب منك حل الجملة المعادلات الخطية الناتجة وفقط أن ترتبها في المصفوفة يمكنك حلها ولكن قد يطول هنا يطلب منك فقط تسوي لي المصفوفة ناخد مثال آخر حل المعادلة للتفاضلية الجزئية المحققة للإبتدائي داخل المسطلح sand والش يساوي الكاد طبعا لو رسمنا هذا المستطلح بكل بساطة طبعا من صفر إلى ثلاتة إذن هذه من صفر إلى ثلاتة إذن هذا هو صفر إلى ثلاتة والY من الصفر إلى الثلاثة إذن هذه أيضاً من الصفر إلى الثلاثة إذن الآن H يساوي الواحد معناتها طبعاً هذه هي المنطقة المستطيل هو ال-R الآن 1-2-3 وهنا أيضاً 1-2-3 إذن النقاط التي عندي هذه هي النقاط الحدية إذن أول شيء أن نرسم الشبكة ونحدد من النقاط الحدية الآن نأتي إلى تسمية هذا العمود الأول السطر الصفري العمود الثاني السطر الصفري هذا العمود الثالث السطر الأول العمود الثالث السطر الثاني العمود الأول السطر الثالث العمود الثاني السطر الثالث هذا العمود الصفري السطر الأول العمود الصفري السطر الثاني هاي سمينا على الشبكة النقاط الآن من الشرط الابتدائي من حدد القيم الشرط الابتدائي هي X-Y إذن هنا هذه النقطة X-Y واحد ووايات صفر إذن معنات هذه واحد هذه إكسات اثنين ووايات صفر هذه اثنين وهذه إذن هذه واحد واثنين إذن هذه طلعناها الآن هذه إذن معنات الإكسات تبعات هذه النقطة هي عبارة عن واحد أما وايات فإذن واحد راحة ثلاثة يساوي إلى سالب اثنين هذه صحيحة هذه الإكسات تبعيتها هي اثنين والوايات هي 3 سالب 1 الآن هذه الاكسات سبعية هي 3 منهن لهن 3 والويات هي 1 1 يساوي إلى 2 وهذه الاكسات 3 والويات 2 يساوي إلى الواحد فنحصل على هذه الشروط الابتدائية نقارنها يوسفر طبعا يوسفر سالب 1 هذه اكساتها 0 ووياتها 1 إذا ما عطيتها 0 سالب 1 يسوي إلى سالب 1 هذه إكساتها صفر ووياتها 2 0 سالب 2 إذا معناتها U01 هي سالب 1 U10 هي 1 U20 هي 2 U02 هي سالب 2 U31 U31 هي 2 U13 هي سالب 2 U32 هي 1 U23 هي 3 سالب 1 هذه هي القيام الحدية الآن نعوض المشتقات الجزئية بما تساويه بما أن H يساوي الكامل نخلص منهم نضرب الطرفين بالH تربيع إذن هذه مركب لها عداد هو I وهذه مركب لها العداد هو I إذن وبالتالي الآن نمشي لما I تساوي الواحد J تساوي الواحد لما I تساوي الواحد لما I تساوي A واحد الجي تساوي 2 لما I تساوي 2 الجي تساوي إلى 2 فنحصر على هذه المعادلات نعوض الشوط الحدية هي هذه وهذه من هنا وهذه وهذه من هنا وهذه وهذه من هنا وهذه وهذه من هنا عوضناها ومننقلها للطرف الثاني فنحصر على هذه الجملة الآن منحط الناتج داخل مصفوفة الأول حد العمود الأول هو U1-1-U1-U1-U2-U2-U2-U2 ضرب العمود القيام الحرة وهو U1-1-U1-U2-U2-U2-U2-U2 you يساوي إلى Γ يعالى وهنا نرتب U114 هنا 1 هنا 1 وفي الأخيرة لا غير موجود إذن هو صفر هنا U12 U122 هو 1 U122 هو هنا غير موجود U122 هو سالب أربعة وهي U122 يو واحد اثنين غير موجود إذا هو صفري وهنا هو واحد وهكذا بالنسبة للبقية فنحصل على المصفوف وهو المطلوب الآن ننتقل إلى مثال آخر لأهمية هذه الطريقة أيضا يقول لي حل هذه المعادلة التفاضلية المحققة للشر داخل هذا المربع طبعا هنا المستطيل الذي لدي بالتعريف فالإكسات من الصفر للأربعة إذن هاي الصفر للأربعة والويات من الصفر للتنين والأش هي تساوي الكاتساوي الواحد إذن معناته واحد اثنين تلاتة وهي أربعة وهي اثنين إذن هذه وصفر واحد إذن كم نقطة عندي حدية إذن واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كم نقطة أريد أن أحسبها من المعادلة الآن هذه ما هي إلا U1 U2 U3 هذه U4 U1 إذن الآن نأتي إلى U1 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 U2 U3 U1 U2 U2 U1 U2 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 U1 U2 U3 U3 U2 U3 U3 U2 U1 U1 U2 واحد إذن 4 راح واحد ويساوي إلى 3 إذن نأتي إلى هنا U12 هي عبارة عن سالب واحد U22 هي صفر U32 هي واحد وعندي هذا منقول عنه هذا الإكسات تبعيته هي صفر راح واحد ويساوي إلى سالب واحد إذن فإكساته هي سالب واحد ويو 4 واحد إذن حسبنا كل هذه القيام لأن نعوض المستقات الجزئية في المعادلة التفاضلي بما تساويه ونحزف المقامات وذلك لأن ال H يساوي ال K نضرب الطرفين ب H تربيع فحصلنا على هذه العلاقة الآن ال I من 1 إلى 3 وال J تساوي ال 1 إذا بدلنا لحصلنا على هذه الآن نبدل في الشروط الابتدائية للمعادلة من المعادلة 1 U10 و U01 و U12 و U12 و U12 لا إذن U12 في عندش كمان U12 هذي 3 هذون منها المعادلة من الشروط الابتدائية U20 من الشروط الابتدائية U22 من الشروط الابتدائية U21 U31 U31 لا إذن هذه أيضا من الشروط الابتدائية U31 U32 U32 أيضا من الشروط الابتدائية U30 من الشروط الابتدائية هذه الآن يعني نعود U10 U01 U12 U20 4141 4141 هذه من الشروط الابتدائي U22 أيضا U30 U32 U32 أيضا كلهم نعودهم بهذه المعادلات ومننقلهم للطرف الثاني فنحصل على هذه نرتبها في المصفوفة فنحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته